وبالتالي يصبح الحمد لله والشكر لإقبال الناس على المستشفيات والعزل داخل المؤسسات الصحية أقل كتير والعلاج يبقى ناجع جوه البيت والعزل المنزلية في أغلب الأحوال لكن دايما خلينا نقول برضو عشان الناس تبقى واخدة بالها يمكن أوه هو أخف من دلتا لكن أنا لو عندي فيروس من كل مية بيدخل عشر المستشفيات وعندي فيروس تاني بيدخل خمسة بس لكن نسبته نسبة إصابته أعلى فاللي بيعدي مية هيدخل عشر لكن ده هيعدي ألف فالخمسة هتبقى خمسين وبالتالي لازم ناخد بالنا نحن بنقول كده ليه عشان الناس تاخد بالها وخصوصا إذا ما بكرر للمرة التانية بقى عندنا ما لم يكن عندنا قبل ذلك ما كانش عندنا تلقيحات ما كانش عندنا فهم إنت إحنا لو الناس تتذكر في البداية إحنا ما كناش عارفين هو حتى بيتنقل إزاي يعني جات فترات ده بيتنقل عن طريق الهواء ده بيتنقل عن طريق الردات ده بيتنقل المسافة الآمينة الدية كل المعلومات دي ما كناش نعرفها ده بيعود على الأسطح ساعة ده بيعود على الأسطح يوم ده بيعد لو تفتكر كمية المعلومات المتضاربة الكثيرة التي كانت موجودة في شهر فبراير عشرين عشرين وفي شهر بارس كل دلوقتي بقى لا بعدنا معلومات واضحة ومحددة الاول كنا لسه بنتساءل هل الكمامات فعلا تمنع الانتقال ولا النار ده لا بعدنا دليل واضح ان الكمامات المعتمدة تمنع الانتقال يعني لو حقيقة تفتكر بس هي الناس يمكن تنسب صراحة لكن كل دي كانت معلومات ضبابية ما كناش نعرف نهار ده بقينا نعرف فبقينا اكثر علما مش المفروض بقى بعد ما بقينا اكثر علما واكثر قدرة وبقى عندنا لقاحات وبقى عندنا الحمد لله كمان ادوية نبقى ما زلنا نهمل في استخدام هذا العلم الاستخدام الصحيح طب ما هو ايه فائدة العلم لو ما استخدمناهش يعني ده هنا الاجراء الاحترازي طب